تقاعد الحجد والعفو العام يتصدران جدول البرلمان وتوقعات بعقد جرسة انتخاب رئيسه نهاية الشهر الحالي بشأن التحالف الدولي اختتام حوار جديد بين بغداد وواشنطن وتحرك عراقي لكشف مقابر داعش السرية لتأمين زيارة الاربعين وزير الداخلية يعقد اجتماعا في ديقار وتوقعات بدخول خمسة وعشرين مليون زائر تتابعون في نشرتنا ايضا لهذه الساعة من الرابع عشرات الشهداء بمجزرة جديدة في خان يونس وحزب الله يوسع الحزام الامني على المستوطنات الاسرائيلية الى التفصيلات اهلا بكم صوت مجلس النواب على مشروع التعديل الحادي والعشرين لقانون الملك وبحسب الدائرة الاعلامية للبرلمان فان جلسة اليوم شهدت ايضا رفع القراءة الاولى لمقترح تعديل قانون الاحوال الشخصية من جدول الاعمال كما صوت المجلس على تشكيل لجنة نيابية تتولى تنفيذ مدونة السلوك النيابي كما شهدت الجلسة انهاء القراءة الاولى لمشروع قانون الخدمة والتقاعد لمجاهدية الحجد الشعبي رفضت هيئة الحجد الشعبي الاتهامات التي طالت رئيسها فالح الفياض من قبل رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي باستغلال فقرة التقاعد الاجباري بقانون الحجد وقالت الهيئة في بيان أن الحجد يعمل بموجب القوانين ومنها قانون 40 لسنة 2016 حيث نص بشكل واضح على فصل الهيئة عن الأطر السياسية مبينا أن ما يتجاوز على الدستور والقانون ويدان بالتزوير غير مؤهل أن ينصب نفسه واعظا وناصحا للآخرين أبرت كتلة منتصرون نيابية عن رفضها لتصريحات رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي بشأن قانون الخدمة والتقاعد لمنتسبي الحجد الشعبي وفي بيان أكدت الكتلة أن هيئة الحجد الشعبي مؤسسة أسكرية دار وفقا لقانونها النافذ وفق أوامر القائد العام للقوات المسلحة وبعيدا عن أي تأثيرات سياسية أو توظيف حزبي حركة عطاء من جانبها انتقدت حديث رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي بشأن قانون التقاعد لمنتسبي الحجد وفي بيان عبرت الحركة عن استغرابها من زج اسمها بتصريحات وصفتها بغير الواقعية وذكرت الحركة أن فالح الفياض انسحب من رئاسة حركة عطاء وأوكل المهمة إلى خالد كبيان لشعوره أن مهمة رئاسة الحجد مفضلة على غيرها بحسب البيان ربما هي صدفة تشريعية أو ربما مناورة سياسية لضرب عصفورين بحجار واحد لكن المؤكد في الأمر أن هذين القانونين قد يأخذان وقتهما جدلي داخل القبة التشرعية هي صدفة تشريعية أم التفافة سياسية ما ذهبت إليه جلسة البرلمان بإدراج قانوني العفو العام وتقاعد الحج الشعبي في جدول أعمال واحد قانونانا جدليان طالما قسمت جبهة السياسية على أدة اتجاهات وبطرحهما عدى الخلافات السياسية إلى الواجهة من جديد فثمت من يرى في قانون العفو العام أحد المسوغات لإخراج المتورطين بالدم العراقي والمتلاعبين في المال العام فيما ترى جبهة الأخرى في قانون الخدمة وتقاعد الحج أحد أبواب الاستغلال للمؤسسة العسكرية والكسب الانتخابي معطياتنا قد تؤيد ما يطرح نخبويا بشأن زج القانونين بسلة واحدة لأهداف تتعلق بالمساومة التي تقتضيها المصلحة السياسية وتمضية قانون مقابل قانون بذات ما حصل سابقا من تسويات سياسية تتعلق بالتشريعات الجدلية ويمثله مشروع قانون العفو العام أحد الاشتراطات الأساسية أيضا التي وضعتها القوى السنية لدعم تشكيل الحكومة الحالية وما وعدت بتحقيقه القوى الشيعية مقابل ضمانات المشاركة بعملية التشكيل لكنها تعطنت لأسباب تتعلق بالصياغ التشريعية لأكثر من عامين اشتراطاتنا تقابل بأخرى للقوى الشيعية بعد أن أدرجت قراءته الأولى على جدول الأعمال وهو أن لا يشمل بعض الشرائح مثل الإرهابيين وتجار المخدرات وسراق المال العام أقر نواب باستحالة تعديل قانون سلم الرواتب من قبل مجلس النواب النائب شيروان أدو برداني أشار إلى أن تعديل سلم الرواتب ليس من اختصاص البرلمان ولا يمكن له تعديل أو تشريع أو تقرير أي قانون أو مادة أو فقرة فيها جنب مالية كونها من اختصاص الحكومة الاتحادية بشكل حصري أكدت اللجنة القانونية نيابية مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية المدرج في جلسة اليوم بحاجة لملاحظات المؤسسات الدينية عضو اللجنة محمد الخفاجي أشار إلى صعوبة تمرير القانون لون الأخذ بكل الملاحظات التي تتجاوز أراء أعضاء مجلس النواب وتصل إلى المؤسسات الدينية والفقية والمرجعيات كما رجح الخفاجي إمكانية رفض أو تأجيل قانون بالآليات الدستورية والقانونية داخل البرلمان النايب رائد الملكي من جهته أكد أن مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية سيحافظ على وحدة الجهاز القضائي وسلطته الملكي أثناء استضافته في برنامج من جهة الرابع الذي يعرض على شاشة الرابعة أضف أن صيغة المقترح قابلة للتغيير بعد المناقشة النيابية هذا المقترح يحافظ على وحدة الجهاز القضائي والسلطة القضائية ولا تدخل بها مطلقاً واحد لش وهذا ما بها وحدة؟ الآن موجودة جاي يقول لك ما يعبث بيها ما أكو مقترحات سابقة كانت تضمن تغييرات واللي من ضمنها قبل التسعة وخمسين الآن أكو قضائين هذا ما يتحرش بالمجد هاي واحد النقطة الثانية هنا كل ما هناك أن يوجد يوجد واستناد للدستور أكو نص دستوري ألزمنا بهذا الشي يوجد خيار ثاني وبالمناسبة لو تلاحظين بالدقة إحنا دنضيف فقرة ثلاثة معناه أكو واحد واثنين قبلها أي موجودة؟ شراحي شنو معنى هذا ستمونة؟ معنى هذا أن الأصل تطبيق منه؟ قانون الأحوال الشخصية الأصل قانون الأحوال الشخصية لكن أنا جيت في الفقرة ثلاثة انطيت على سبيل الجواز والفرصة والرخصة للعراقي وتنفيذ لنص الدستوري اللي يقول العراقيون أحرار قلت له أنت هذا عندك قانون أحوال الشخصية أنا أعترف وياك أنه بعض الأمور من خلال المناقشة بعد القراءة الأولى رح نقعد هذه الصيغة قابلة للنقاش نيابيا قابلة للبحث به إذا تعترف أن بها خلل لا مو بها الواقع أحيانا معقد ونبقى في الشأن البرلماني حيث جدد رئيس الجمهورية عبداللطيف رشيد دعوته إلى الإسراء في انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب باستكمال الاستحقاقات الدستورية رشيد في تدوينة على موقع أكس طالب أعضاء البرلمان بتفعيل دورهم الرقابي وحسم ملف رئيس المجلس بأسرع وقت ممكن من أجل مواصلة المهام التشرعية ورقابية وبما يخدم تطلعات الشعب العراقي كشف تحالف الحصم عن عقد جلسة مشتركة مع قوى الإطار التنسيقي لمعرفة موقفها من المرشح سالم العساوي النايب عن الحصم الزليخة الياس قالت أن التوقعات تشير إلى عقد جلسة انتخاب رئيس البرلمان نهاية تموز الحالي مشيرة إلى أن التحالف سيعقد سلسلة من الحوارات مع قوى الإطار التنسيقي لمعرفة موقفها من انتخاب العساوي في جلسة الاقتراع البرلماني عدى تحالف نبني الصراع السنية وتضارب المصالح داخل الأقطاب السنية سببا رئيسيا في تأخير حسم منصب رئيس مجلس النواب النايب عن التحالف سالم العنبكي قال أن القوى السياسية ومنها الإطار تدعم حسم منصب رئيس البرلمان بالسرعة الممكنة إلى أن خلافات الأحزاب صاحبت الاستحقاق لا تزال تعيق تقدم منها الملف لافتان إلى أن إعادة النظر بالنظام الداخلي للمجلس مطروح من أجل تحديد سيناريوهات أخرى تفضي إلى حل هذه الإشكالية أكد رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية عمر الحكيم على ضرورة العمل باتجاه السعادة صلاحيات الحكومات المحلية في المحافظات الحكيم وخلال لقائه لعدد من أعضاء مجلس محافظة البصرة شدد على أهمية تكامل الأدوار بين المحافظين ومجالس المحافظات داعيا إلى أهمية الحضور الميداني وتفعيل الدور الرقابي لمجلس المحافظة ومراقبة مشاريع الوزارات وإلى مجالس المحافظات حيث تستمر أزمة كاركوك تصدر المجهد إذ رأت الكتلة العربية في مجلس كاركوكا تدوير المناصب هو الحل الأمثل لعقدة المحافظة السياسية نظرا لنعدام الثقة والتهميش وتراكمات سابقة الكتلة أوضحة أن كل الأطراف تتمسك بسقف مطالبها وتتنافس على منصب المحافظ دون أي توفقات تحدد ملامح خارطة الطريق تعطي ثم أنينة بأن الحل قريب جدا مشيرتان إلى أن التدوير وفق خارطة محددة بتوقيتات زمنية قد يكون بداية لمرحلة مؤقتة أي دورة واحدة ومن بعدها يتم الانتقال إلى وضع مختلف بالرغم من مرور أشهر بسيطة على تشكيل الحكومة المحلية لأن المتغيرات السياسية سرعان ما فرضت نفسها على المشهد العام في صلاح الدين مراسل الرابع محمد رباعي قال أن حديث متواتر داخل الأروقة السياسية دور حول إمكانية تغيير أو إحداث قفزة بتوزيع مناصب المحافظة بعد أشهر من تشكيل الحكومة المحلية يعود الحديث مرة أخرى حول إحداث تغييرات سياسية في صلاح الدين سيما مع انبثاق تحالفات جديدة داخل مجلس المحافظة وتشضي تحالفات أخرى أبرزها حزب الجماهير والإطار الوطني حديث يجده البعض بعيدا عن طموحات أبناء المحافظة الطامحين للبناء والإعمار ما يثار وما يشاع الآن ليس في خدمة المواطن في محافظة صلاح الدين محافظة صلاح الدين أنهكتها حروب داعش وأنهكها دمار داعش وأسقطت البنى التحتية بالكامل نحتاج إلى رجالات دولة ليقوموا بأعمار هذه المحافظة ورفع الكاهل عن المواطن فمن رد عقبات جديدة وإشكالات وصراعات سياسية بالتالي تعكس بظلالها على المواطن في محافظة صلاح الدين وعلينا أن نعمل بروح التكامل رياح التغيير التي يريد إحداثها بعض القوى قد تودي لتغييرات على مستوى هرم الإدارة المحلية كمعصبي المحافظة ورئيس المجلس والتي وصفها متابعون بصراعات قد تعيد المحافظة لمربع السجال والخلافة على المناصب فيها محافظة غير مستعدة أصلا لدخول هذه الصراعات بسبب تغييرات المناصب السريعة شهدنا قبل فترة الصراعات والهجمات كادت أن تكون بالأسلحة بعدما كانت باللسن بين محافظة السابق والمحافظة التي أتاها بعده لا نريد أن نعد هذه الكرة وتدخل المحافظة في أزمة وهذه الأزمة ستؤخر تنفيذ المشاريع وإطلاق المشاريع الخدمية التي تمسها بشكل مباشر حياة المواطن في صلاح الدين بين جدية هذه التحركات وجدواها في الوقت الراهن يفسر حديث التغيير وجودة كتلات سياسية جديدة تحاول بعثرة الأوراق دخل أروقة محافظة صلاح الدين من أجل تحقيق مكاسبها الحزبية محمد عادل الربيعي الرابعة صلاح الدين اختتم العراق والولايات المتحدة أعمال حوار التعاون الأمني المشترك وقالت السفيرة الأميركية لدى بغداد إلينا رومانوسكيابرا من أصة إكس أن الحوار جار فيه مناقشات تناولت مستقبل العلاقات الأمنية الثنائية مشيرة إلى تطلع واشنطن للعمل مع العراقيين بهدف تعزيز الاستراتيجية المتفق عليها بخصوص دول التحالف الدولي وكان وبدون أمنين عراقي وصل أمس إلى واشنطن لجراء مباحثات إنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق تخوض بغداد جولة مفاوضات ماراثونية مع واشنطن وأطراف التحالف الدولي بهدف استحصال اتفاق يقضي بانسحاب قريب لهذه القوات المعوقات التي تواجه بغداد والأهداف المرسومة أمامها يلخصها زميل أحمد ليث في هذا التقرير رحلة العلاقات الدولية ومهمة وجودها مستقبلا تحاول الحكومة العراقية أن تختصرها على مجال التعاون الدبلوماسي والسياسي فقط أي بإبعاد خطها العسكري في البلد عن طريق المفاوضات الجارية مع الجانب الأميركي بجولاتها المتعددة والتي تنص على جدولة مغادرة قوات التحالف الدولي بجميع صفاتها الأمنية المتواجدة حكومة ليس في موقف لا تحسد عليه لأنه إن طاعت الفصائل وضغطت على الولايات المتحدة الأمريكية أن تخرج إن استطاعت لأن هناك اتفاقيات في حالة يتم الاتفاق على خروج القوات الأمريكية القوات الأمريكية تحتاج إلى ثلاث سنوات لكي تنهي تواجدها العسكري في العراق في الوقت التي أن الولايات المتحدة الأمريكية ليس لديها إرادة أو رغبة في الخروج وبعد انتهاء هدنة الفصائل المسلحة محتمل أن يكون التصعيد في داخل العراق ليس ببعيد عبر الاستهداف المباشر لجميع المصالح الأمريكية فالحوار مع واشنطن لإخراج قواتها يقول أمنيون بأنه يتطلب عدة سنوات خصوصا مع وجود اتفاقات أمنية سابقة عديدة أمريكا شاهدناها بأكثر من دولة لن تخرج بظل المفاوضات الطبيعية وإنما تحتاج دائما إلى عامل ضغط فأعتقد أن أمريكا تحتاج أن يكون هناك ضغط من النار وضغط جماهيري وضغط الشعبي وأيضا ضغط من قوى المقاومة لأنه حينما خرجوا بالألفين وثمانية بالألفين ودعش فاوضه بالألفين وثمانية كان هناك ضغط للمقاومة العراقية وضغط كبير جدا وبالتالي خرجوا تحت النيران وبعودة تهديدات الفصائل المسلحة للوجود العسكر الأجنبي في العراق تواصل الحكومة مفاوضاتها مع التحالف الدولي بشأن جدولة انسحاب قواته من البلد وبتوقيتات زمنية ستحددها الاتفاقات أحمد ليث بغداد قناة الرابعة كشفت تقارير أمنية عن تحرك عراقي لاستعادة أمراء داعش الإرهابي من السجون السورية التي تخضع لسيطرة قسد بهدف معرفة المقابر السرية التي تضم الآلاف من الضحايا وأوضحت التقارير أن بغداد تجري تحركات فعلية منذ مدة من خلال واشنطن لغرض الاستدلال ومعرفة مصير نحو المائتين من الإرهابيين العراقيين بينهم قيادات بارزة متورطة بسلسلة من الجرائم مبينا أن العراق يسعى جديا من أجل الوصول لجميع الإرهابيين عبر قاعدة بيانات تفصيلية أكدت لجنة الأمن والدفاع في مجلس محافظة نينة وأن حدود العراق مع سوريا مؤمنة بالكامل ويستحيل أن تخترق رئيس لجنة محمد كاكاي أشار إلى أن إطلاق مئات الإرهابيين في سوريا لا يشكل تهديدا على أمن البلاد الوضع في الحدود مسيطر عليه من قبل قواتنا الحرس الحدود والجيش العراقي في الإسناد والحجد الشعبي أيضا طبعا حدود العراقية السورية التي من ضمن محافظة نينة هي 205 كيلو متر طبعا هذه المنطقة هناك عدد خطوط صد أولا الساتر الترابي ثم الساتر المشبك الموجود التيل ومن ثم الساتر الكونكريتي طبعا الساتر الكونكريتي المنجز منه حاليا حوالي 144 كيلو متر ومتبقي منها إن شاء الله سوف تكمل نهاية العام القادم لذلك نحب أن نوجه رسالة اطمئنان إلى ألنا في محافظة نينوى بأنه لا توجد هناك أي خطر ولا هناك أي تسلل أعلنت الاستخبارات التركية تصفية قائد حزب العمال الكردستاني بالسليمانية الملقب بعرثان زندي وذكرت الاستخبارات في بياننا عملية عسكرية أسفرت أيضا عن قتل اثنين من مرافق زندي مشيرة إلى نارثان قاتل في إيران مع حزب الحياة الإيرانية المعارض والذي وصف بأخطر قائد عسكري في الأثنان دلعت حرائق في مزارع وقرى شمالدهوك جراء تنفيذ طائرات تركية لغارات مكثفة مستهدفة حزب العمال الكردستاني وذكر مصدرون أمنيا طائرة مسيارة تسببت باشتعال الإيران جراء سقوطها في مزارع وقرى شمال المحافظة مبيننا القصف ركز على قرية سبيندار الواقع عند سفح الجبل بالإضافة إلى تعرض المنطقة الجبلية المطلة على القرية لقصف عنيف دعا تحالف نبني الحكومة العراقية إلى اتخاذ موقف رادعين أمام التواغل التركي في إقليم كردستان العراق وضو التحالف علي الفتلاوي أوضح أن حكومة الإقليم متواضعة مع الجانب التركي كونها لم تتخذ موقفا حقيقيا تجاه انتهاك السيادة العراقية مشيرا إلى أن كردستان العراق تراعي مصالحها الاقتصادية مع تركيا كونها تعتبر تركيا منفذها التجاري الوحيد إذن مشاهدين الكرام ينضموا معي في الاستوديو الخبير في الشؤون الأمنية سيد مخلد حازم أهلا ومرحبا بك سيد مخلد ضيفا كريما دائما وأبدا بالتأكيد على الشاشة الرابعة بدءا سيد مخلد نتحدث عن جولة الحوار الجديدة التي انتهت بين بغداد وواشنطن حول مستقبل التحالف الدولي في العراق هل الجانب الأميركي اليوم جاد سيد مخلد في هذه المفاوضات تفضل؟ بسم الله الرحمن الرحيم تحية لك وتحية لمشاهدين قناة الرابعة أحنا بك يعني حقيقة التصريحات الأمريكية واضحة المعالم يعني حقيقة دائما ما تتكلم عن أنه تحويل نوع العلاقة ما بين العراق والولايات المتحدة من علاقة دول تحالف إلى علاقة نائية أمنية مستدامة حتى تصريحات السفيرة الأمريكية تصريحات البنتاجون لم يتطرقوا دائما يعني لأنه هناك جدول زمنية قريبة لخروج قوات التحالف من العراق علينا أن نوضح هذا الموضوع أيضا للجمهور لأننا عندما نتكلم عن خروج قوات التحالف أي بما معناته أن هناك رؤية جديدة قد تبلورت على الأرض العراقية فيما يخص حربنا مع الداعش بالتالي اللجان العسكرية المشكلة وكذلك يعني اللجان الفرعية هي تبحث في آلية وإمكانية القيادة العسكرية العراقية في محاربة عناصر داعش هناك تقارير أممية هناك تقارير عسكرية أمريكية تقول أن داعش ما زال موجود على الأراضي العراقية والسورية وداعش بدأ ينشط في هذه الفترات وهناك عمليات بدأت تنفذ نعم بالتأكيد سيد مخلد يعني وفق هذا الإطار الذي تتحدث به اليوم أمريكا حذرت من عودة خطر داعش في العراق هل برأي حضرتك هي إشارة أو حجة لإبقاء قواتها القتالية لمدة أطول على الأراضي العراقية؟ يعني في جميع الأحوال حتى إذا فرضنا أن هناك توصل لاتفاق لجذور خروج القوات الأمريكية أو قوات تحالف من العراق فإننا نحتاج إلى سنين لإنهاء هذا التواجد يعني نتكلم عن تحالف دولي تشكل بموافقة أممية والخروج أيضا سيكون بموافقة أممية ومن ثم يعني هناك آليات يتم تطبيقها على أرض الواقع في موضوع تسليم القواعد في موضوع يعني الكثير من الأمور التي نحتاج فيها إلى فترات زمنية هناك ضغط من بعض الجهات العراقية على الحكومة أنه يجب وضع جدولة زمنية قريبة وهذا ما لم يتم الجانب الأمريكي قد يذهب مجبرا وإذا ما ذهب مجبرا على الخروج قد نشهد ما حصل في عام 2014 لا نريد أن نحيد الكرة حقيقة يجب علينا أن نفكر تفكيرا مليا تفكيرا بعيد في استراتيجيات كيف نستطيع التعامل مع الجانب الأمريكي وخصوصا بدأنا نرى أن هناك دعم يعني قد يكون جديد لموضوع داعش ونشاطه وعركاته خصوصا عن الحدود السورية العراقية نعم لنا نتكلم عن مخيم الهول نعم لنا نتكلم عن السجون الموجودة والتي لا تبعد مسافة كبيرة عن الحدود العراقية سوى 13 كيلو يعني إذا ما عندما سمعنا بالإفراج عن 1200 يعني سجين من سجن غويران هذا السجن يعني يحوي على عتاد قيادات داعش فبالتالي هذه معطيات يجب أن ندرسها يجب أن نتعاطى معها لا يجب أن نحملها بالمناسبة تقريركم يتحدث عن أحد الشخصيات تتكلم عن تأمين الحدود هناك ثغارات لا تزال موجودة في الحدود العراقية السورية وخصوصا المنطقة ما بين الجانب العراقية وما بين المنطقة التي تسيطر عليها قوى سوريا الديمقراطية هذه منطقة تعتبر لحد هذه اللحظة رخوة لا يمكن السيطرة على الحدود من جانب واحد إلا إذا كان هناك تعاون أمني من الجانبين فبالتالي عملية تسريب تسلل الرهابيين قد يكون من هذه المنطقة باتجاه فيشخابور وباتجاه مناطق شمال نينوى هذه المعطيات يجب أن نضعها يعني عمام عيونها حقيقة المعطيات تقول أننا يجب أن نتأنى في هذا الوضع مع ذلك يجب أن نحذر من المتغير الذي قد يحصل على الأرض في أي لحظة هناك متغيرات أقليمية هناك متغيرات طيب نعم سيد مخلد لو انتقلنا أنا وأنت بالحديث عن التوغل التركي المستمر على أراضي شمال العراق في كردستان العراق لماذا لا يزال اليوم الاعتراض الحكومي العراقي الرسمي غائبا حتى الآن يعني بالتأكيد هذه تعتبر مثلبة على الحكومة العراقية وعلى القيادة العسكرية العراقية لأننا نتكلم عن توغل هذا التوغل قد زاد في مساحته نتكلم عن سيطرة لقوات تركية لمناطق وقرى تقريبا تمتدل حوالي ثلث هذه المعطيات تجعلنا أنها نراها أنها احتلال مبطن بداعي ملاحقة حزب العمال الكردستاني جميع الاتفاقيات السابقة التي كانت مع الجانب التركي فيها محددات هذه المحددات لمسافة عشرة أو خمسة كيلو وإذا ما طلب لمسافة أكثر في ملاحقة حزب العمال الكردستاني يتم إشراك قوات من النخبة العراقية في هذه العملية ومن ثم العودة إلى ما متفق عليه طيب وأنت تتحدث سيد مخلد عذرا على المقاطعة ولكن في السؤال الأخير يعني مراقبون السياسيون وأيضا بعض النواب يصرحون أن هناك ربما يعني تخاذل أو تواطئ إن صح التعبير من جانب الإقليم مع الجانب التركي لمراعاة الجانب الاقتصادي لشمال العراق كردستاني العراق وبالتالي هذا الملف سيبقى معلق دائما بما أنه مع الإقليم وليس مع الحكومة الاتحادية في بلد سيدتي العزيزة نحن نتكلم عن سيادة بلد لا نتكلم عن سيادة إقليم فالإقليم هو جزء من الحكومة الاتحادية القرارات المركزية والقرارات النهائية هي قرارات حكومة اتحادية فبالتالي ما يحصل هو اختراق للحدود العراقية هذه الحدود التي تمثلها القيادة العامة القوات المسلحة بجميع مفاصلها طيب نتحدث بواقعية أكثر الأقرب لهذه المنطقة والأقرب لأن يتخذ خطوة أجراء وأوضح هو حكومة الإقليم يعني مناطقيا غير قادرة الحكومة الإقليم يعني غير قادرة ولا تمتلك وسائل الردع الكافية للمواجهة مع الجانب التركي سواء في موضوع عسكري أو في موضوع سياسي الموضوع عند الحكومة الاتحادية حتى في موضوع حكومة الاتحادية إذا كان العراق غير قادر على انتلاك أدوات الردع للجانب التركي العسكرية فلدينا أوراق أخرى كأن تكون اقتصادية سياسية ممكن التلويح بها مع الجانب التركي ولا نبقي هذه القوات متوغلة داخل الأراضي العراقية لأن التاريخ يسجل والتاريخ لا يرحم من يسمح لأي دولة بالتوغل داخل الأراضي العراقية شكرا جزيلا لك على كل هذه الإضاحات والمعلومات كنت معي من داخل الستوديو الخبير في الشؤون الأمنية سيد مخلط حازم شكرا لكم أعلن وزير الداخلية عبد الأمير الشماري استكمال عرض الخطط الأمنية والخدمية الخاصة بزيارة الأربعينية لمحافظات ذيقار البصرة ميسان واسط والمثنى الشماري في مؤتمر صحفي عقده في ذيقار قال أن الوزارة ستضع رادارات على طول الطرق السريعة لمراقبة سرعة عجلات نقل الزائريين الأجانب اللجنة العليا لتأمين الزيارة الأربعينية وكذلك اللجنة الخدمية حضرنا إلى محافظة ذيقار للاستماع إلى عرض الخطط الأمنية والخدمية الخاصة بالزيارة الأربعينية لمحافظات البصرة وذيقار وميسان واسط والمثنى هذه الخمسة المحافظات عرضت أمامنا كل الخطط الأمنية والخدمية الخاصة بتأمين الزوار على طول طرق تنقل الزائرين من محافظاتهم باتجاه محافظة كربلاء المقدسة وكذلك حركة الزائرين الأجانب يعني الأساس كان هو الخطة الأمنية وعلى أساسها تم بناء وإعداد الخطط الخدمية نطينا ملاحظاتنا على هذه الخطط وتم إجراءة تعديلات لقسم من المحافظات والقسم الآخر تم مصادقتها لغرض البدء بها باشرنا نحن في وزارة الداخلية بشراء رادارات متنقلة راح تكون على طول طرق تنقل الزائرين وبالتحديد الطريق السريع والطريق الدولي والطرق المؤدية من المنافذ الحدودية باتجاه محافظات البصرة وميسان ومواسط وإن شاء الله واحد صفر تنطلق هذه الخطة لتكون قيد التنفيذ اتخذت حكومة كربلاء المقدسة إجراءات مبكرة استعدادا لزيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام متوقعة دخول 25 مليون زائر إلى المدينة وقال محافظ كربلاء صيف جاسم الخطابي أن الأسبوع الحالي تخللته اجتماعات عدة مع مختلف الدوائر الخدمية لتقديم خططها الخاصة بزيارة الأربعين وبيّن أن الحكومة اتخذت إجراءات مبكرة لتسهيل دخول الزائرين إلى المدينة منها تهيئة خمس ساحات لوقوف المركبات لغراض التفويج العكسي تعرض بعض الموظفين في وزارة التعليم العالي للإصابة بالاختناق بعد نشوب حريق محدود في مبنى الوزارة وسط بغداد بيان للوزارة ذكرنا الحريق نشب في محيط مبنى الوزارة في المجمع التربوي وأكدنا الحادثة حصل في مساحة خارجية ليست جزءا من البناية مشيرة إلى نمس سوريا الدفاع المدني عالجوا الحريق واتخذوا كل الإجراءات الاحترازية لإخلاء المراجعين بشكل مؤقت أكد رئيس مجلس الوزارة محمد الشع السوداني حاجة الواقع الاقتصادي لتفعيل القطاعات الاقتصادية الأخرى غير النفطية السوداني وفي مستهل كلمته بجرسة مجلس الوزارة أشار إلى وجوب دعم القطاع الخاص وإتاحة الفرص له من أجل خلق فرص العمل نحن نتكلم عن واقعنا الاقتصادي وصعوبة الوضع الاقتصادي والموازنة وضرورة تفعيل القطاعات الاقتصادية الأخرى غير النفط هذا يراد لعمل يراد لجهد يراد لقرار ما نبقى إحنا ننتظر موظفين يجتهد من يمه في لجنة أو بعض ضعاف النفوس يستفاد من هذه العقود ومن هذه العمولات والكوميشينات القطاع الخاص اللي عندنا وحتى القطاع الحكومة ممكن ينهر موياي شركات التصنيع اللي كانت تعير أنه ما عدتها إمكانية ولا عدتها قدرة والله أكو فنيين حتى مواكبين شكوا تطور تكنولوجيا يحصل في شتى أنواع الأسلحة هذا يراد عمل من عدنه حتى نشجه هذه الناس أوضحت لجنة الخدمات النيابية أن مشروع الطريق الحلقي سيسهم في امتصاص الزخم المروري في أحد عشر منطقة في العاصمة بغداد وقال عضو لجنة باقرة ساعدي أن المشروع وهو يمثل حلقة مهمة في خلق مرونة في الحركة والانسيابية ضمن رؤية تأخذ بنظر الاعتبار تخفيف الزخم المروري وأن ينقل إلى المحيط مبينة أن تطوير خطوط النقل في بغداد التي تضم الكتلة البشرية الأكبر في العراق سيخفف من الزخم الحاد في ساعات الذروة العديد من الاستفامات تحوم حول مشروع مجاري الحل الكبير مرة حول شركة المنفذة وأخرى حول طريقة الإحالة هذه الاستفامات وردود الشركة يفصلها الزميل زيد الشهيب نتابع تحوم الشبهات حول مشروع مجاري الحل الكبير كما صرح عضو مجلس النواب أمير المأموري اختلاف في العقود وكمشينات وصلت إلى بيع المشروع لشركات ثانوية 297 مليون دولار هي قيمة المشروع الأهم في محافظة بابل والذي بانت حوله ملفات الفساد كما يقول النائب جمع كافة قاعدة البيانات وتواجهنا مع الأخوة مرت لديكم عشرة أشهر الأولى كان المفروض أنتم استلمون خمس محطات كاملة وجاهزة للعمل لم يتم ذلك ما وجدنا بنفس الوقت وجدنا عمل يختلف عن العمل آخر في مكان لآخر والمفروض يكون هناك توحيد لهذا العمل للأسف لأوجدنا بعد ذلك تم اطلاعنا على كثير من العقود الثانوية لبيع هذه المشاريع في داخل محافظة بابل دون علم المحافظة وهذه مخالفة من قبل الشركة وفق قرض بريطاني هكذا ردت دائرة المهندس المقيم التي بيّنت أن هذا المشروع يسير وفق المواصفات المثبتة بالعقود إضافة إلى الإحالة المباشرة من قبل رئاسة الوزراء ليكون هذا المشروع دون عن بقية المشاريع بطريقة إحالته التي حصلت بعدم العودة إلى المحافظين السابقين الحقيقة المشروع يخضع لتعليمات اتفاقية القرض البريطاني وتعليمات في ذلك الدولية المشروع الآن بدأنا بتنفيذ الفقرات المحددة بجدول الكميات نحن الآن تقريبا وصلنا إلى مد 85 كيلومتور من الشبكات من أصل 370 كيلومتور العمل مستمر في مواقع المحطات أيضا وردت الشركات المتآلفة بمشروع المجاري على الاتهامات الموجهة لها بأنها مستمرة وفق الشروط بعد تقديم الضمانات المالية للبنك المركزي والعمل وفق تعليماته اتحاد المهندسين العالميين هذا الكلام مو دقيق نحن ماكوش يسمى انبيع مقاولات او المشروع لشركات اخرى هو التوجيه اصلا انه احنا نشغل اهالي المدينة هاي فرص عمل للمدينة فبالتأكيد انا ما اقدر اجيب حفارة من بريطانيا اهل الحفارة والسايق والحارس والفني والمهندس معظم الكادر اللي عندنا هو من اهالي الحلة ولكن يبقى الاشراف الكامل بكل تفاصيل الفنية هو من قبل الشركة البريطانية وقد يؤثر الضغط الاعلامي والسياسي ويضعون لمراسلة الرابعة في المحافظة نور صادق ان المشاريع على كثرتها الى انها لا ترقى لمستوى الطموح لا سيما ان الواقع الخدمي في ذيقار متراجع بشكل كبير مدينة النصرية تشهد حركة عمرانية ملحوظة في اغلب مناطق مركز المدينة فضلا عن مناطق اقضية ونواحي المحافظة حيث وضح مجلس محافظة ذيقار الذي يمثل الجهة الرقابية ان خطة العمل جاري في بعض البشاريع واستبعدت عدد منها باكثر يهمية خاصة بعد التقشف التي شهدته موازنة 2024 طبعا بما يخص المشاريع احنا اليوم محافظة ذيقار عندنا اكثر من مجال عندنا صندوق عمار ذيقار تبني كثير من المواضيع وكثير من الخدمات وبصراحة بيّنت النتاجة بالشارع الشغلة الثانية هو الجهد الخدمي اليوم شمل عندنا اربع وخمس مناطق القرية العصرية الشوفة العقور السبل هذه مناطق شالت من حصة الموازنة مواطنون ذيقاريون اوضحوا ان عدة مشاريع لم تكن بمستوى الطموح وان على الحكومة المحلية ان تتابعوا بشكل جيد من خلال لجان رقابية عمل الشركات المنفذة للمشاريع وان تركزوا على جودة العمل واتقانه نتامل من حكومة ذيقار المحلية حكومة جديدة في المحافظة باطلاق المشاريع الجديدة لمحافظة ذيقار وبتحديد مشاريع الأقضي والنواحي يعني أخطي الذيقار كافة تعاني منذ سنوات من قلة المشاريع وقلة التخصيصات المالية لكن اليوم نتامل من السيد محافظة ذيقار وأعظام مجلس محافظة بالإسراع بتخصيص أموال لهذه المناطق بصورة عامة والله بيها تقصي بيها مناطق دون ما ثاني شيء هاي المشاريع قديمة هسا قاعدت تنفتح شارع فلان وشارع فلان يعني مو ما لليوم حتى مثل واحد ياخذ لبيها نجاز ويقول هذا المشروع أنا سويته ها؟ لح هو مشروع والخدمات الحمد لله بس لنا حتى مثلا كم جسر عوزنا مثلا جسر الجامعة هذا كاملونه هسا الحمد لله بشرون بخير جسر للإسكان الصناعي أريد هذا مثلا تقاطع المنسورية باشر مشاية ويصير زخم وتركز الحكومة المحلية في ذيقار خلال خطة العام الفين واربعة وعشرين على تنفيذ المشاريع في أقضياته ونواح المحافظة خاصة بعد التظاهرات التي طالبت بالخدمات التي شهدتها تلك المناطق من ذيقار نور صادق الرابع ختم النشرة نذكر بالعنوين تقاعد الحجد والعفو العام يتصدران جدول البرلمان وتوقعات بعقد جلسة انتخاب رئيسه نهاية الشهر الحالي بشأن التحالف الدولي اختتام حوارا جديد بين بغداد وواشنطن وتحرك نيراقي لكشف مقابر داعش السرية لتأمين زيارة الاربعين وزير الداخلية يعقد اجتماعا في ذيقار وتوقعات بدخول خمسة وعشرين مليون زائر تابعتم في نشرتنا ايضا لهذه الساعة من الرابع عشرات الشهداء بمجزرة جديدة في خان يونس وحزب الله وسع الحزام الامني على المستوطنات الاسرائيلية اذا مشاهدين الكرام قدمنا اليكم نشرة خبرية تفصيلية من الرابع شكرا لكم على حسن الاصغر والمتابعة الى اللقاء اشتركوا في القناة